لا مادتنا التالية فإذا رجعنا للتاريخ هي أقدم مدينة وإذا بنا نحكي بوجداننا هي نبض الحياة وإذا حكينا عن صناعة هي العاصمة الاقتصادية أما المسيئة فهي الطرب والنغم الأصيل إذا بنا نرجع للأداب قدمت جيلا من الرواد أغنوا المكتبة والذاكرة لنحكي عن المشهد الثقافي للشهباء مع الناقد الأديب نضال الصالح صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور واشينا نقول ألف مبروك لنا كلاياتنا عن نصر حلب هذا نصر يمكن يلي اليوم أرجعه بكل أنحاء العالم أولا يعني عندما أريد أن أتحدث عن حلب أود أن أقول صباح الخير للذين صنعوا انتصار حلب للرجال الذين ضحوا بدمائهم وارتقوا إلى العلياء لتستعيد حلب عافيتها بعد نحو ست سنوات من الإرهاب الذي أطبق على صدرها لكنها استطاعت أن تقدم أمثولة عظيمة في الصبر والعناد وأن تحقق هذا الانتصار العظيم يبدو أن هذا قدر حلب عبر التاريخ يعني منذ نشأت حلب وجدت نفسها في مواجهة الغزاة في مواجهة الظلام في مواجهة الحثيين الذين أرادوا الاستيلاء عليها لكنها استطاعت أن تقهرهم أخيرا وأن تحقق انتصارا عظيما وباهرا عليهم قدر حلب أن تنهض إلى الحياة دائما قدر حلب أن تصنع الحياة أن تبدع الحياة كما تفضلتما قبل قليل وأنتما تشيران إلى الموسيقى والثقافة والتاريخ والأوابد الأثرية التي تتمتع بها الذاكرة الإنسانية الحضارية في حلب تحية كما قلت قبل قليل لأولئك الرجال الذين استعادوا لحلب نبضها حياتها خفقها حلب التي تنهض اليوم أو تنهض منذ أيام لكي تؤكد عشقها للحياة لكي تؤكد إيمانها بالحياة شأنها شأن شقيقاتها السوريات حمص ودماشق واللاذقية ودير الزور والرقة مستقبلا إن شاء الله وإدلب أيضا لتثبت سوريا أنها تستطيع أن تهزم التاريخ لكن التاريخ لا يستطيع أن يهزمها ولهيكي ممكن مثل ما قلت بالبداية عشرنا قدش فعلا عبر العصور حلب كانت ولا تزال محفورة بالذاكرة خلينا نستحضر مع حضرتك المشهد الأدبي بحلب لأنه بكل زاوية بحلب فيه فن وثقافة ما نحكي إذا نحكي مثل ما قلنا بالبداية الطرب الأصيل للأدب في زاوية للثقافة والحضارة في زاوية خلينا نستعرض المشهد الأدبي في حلب يعني ترتبط ذاكرة الأدب بحلب يعني عندما نتحدث عن الأدب يعني بالضرورة أن نتحدث عن حلب على نحو مباشر ليس يعني كما يشاع في الذاكرة التاريخية أن تاريخ الثقافة في حلب هو تاريخ الدولة الحمدانية وتاريخ المتنبي وتاريخ الصنوبري أو تاريخ كشاجم أو أبن خالوية ثم تذاكرة ثقافية تعود إلى يعني عهود سحيقة من تاريخ حلب ولسيما أن حلب عرفت ما يسمى بالمعابد الوثنية التي ما تزال أطلالها باقية إلى الآن على تلة مرتفعة من قلعة حلب يعني عندما نعود إلى الذاكرة التاريخية لحلب سنكتشف ارتباط هذه المدينة بالثقافة ارتباطها بالعلم ارتباطها بالمعرفة ارتباطها بالأدب لكن يعني العلامة الأكثر حضورا في الذاكرة الثقافية لحلب هي أيام الدولة الحمدانية التي استطاع خلالها سيف الدولة الحمداني وهو يحمي ثغورة البلاد العربية في مواجهة الروم استطاع أن يؤسس بلاطا أن يكون في هذا البلاط أبرز أعلام الثقافة والموسيقى والفن والأدب وعلى رأسهم كان جدي أنا كما أصفه أبو الطيب المتنبي الذي قدم أمثولة عظيمة في معنى العلاقة بين الثقافة والسياسة إذ ارتفع بشأن السياسة إلى مرتبة الثقافة وارتفع بالثقافة إلى مرتبة السياسة وقدم قصائد عظيمة في مدح سيف الدولة الذي تمكن من مواجهة الروم والانتصار عليهم وتحقيق وقائع ثبتها التاريخ في الذاكرة طويلا عندما نمضي إلى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين واسمحا لي هنا أن أكون إقليميا إلى حد ما ولكن لست عنصريا لأنني حلبي إقليمي أنا أتعصب لمدينة حلب لأنني أرتبط بحالة شغف معها أن أقول أن حلب تميزت عبر تاريخها في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بريادتها في شؤون كثيرة عندما نتحدث عن أول مسرحية عرفتها سوريا على سبيل المثال لا نستطيع إلا أن نتذكر ما قدمه الراحل نعمة الله الجد الذي كتب أول مسرحية ليس في سوريا يعني أول مسرحية ظهرت في تاريخ الأدب العربي الحديث كانت في حلب لنعمة الله الجد وكان ذلك قبل ما يزيد تقريبا على مئة وخمس وعشرين سنة عندما نتحدث عن أول رواية عرفتها سوريا نتحدث أيضا عن رواية فرانسيس المراش غابة الحق التي كانت أول رواية في الأدب العربي وليست أول رواية في سوريا وحدها كانت من مدينة حلب عندما نتحدث عن ما يصطلح عليه بقصيدة النثر سنكتشف أن جذورها الأولى انبثقت من حلب على يدي أورخانم يسار وعلي الناصر عندما نتحدث عن أول فيلم سينمائي عرفته سوريا أيضا نتحدث عن فيلم سينمائي صنع في حلب وكان مخرجه حلبيا لا أريد أن أستفيد كثيرا في سرد وقائع الذاكرة الثقافية الحلبية لأن حلب على الرغم من ذلك على الرغم من ريادتها هي شقيقة بالمعنى الدقيق للمدن السورية التي صنعت الثقافة السورية والتي تمكنت من خلال ذلك أن تقدم نفسها إلى الثقافة العربية على درجة رفيعة جدا وعالية جدا وعندما نتحدث عن الثقافة العربية تتصدر الثقافة السورية عامة ومنها الثقافة في حلب تتصدر واجهة الحديث الثقافي دائما نعم أستاذ ندال مثل ما تفضلت وحكيت بكل النواحي حلب دائما خطت التاريخ بحروف من ذهب خلينا نقول اليوم الثقافة إلى دور كبير إن كان حتى بتعريف جميع دول العالم بالثقافة السورية والتاريخ السوري اليوم بالتحديد ما مدى أهمية هذا الأدب بخط وحفظ انتصارات أبطال الجيش العربي السوري صمود الشعب السوري أيضا في كل النواحي وبكل المحافظات السورية خاصة في حلب التي عانت سنوات كثير طويلة من الحلب من المعروف أنه في المنعطفات التاريخية الكبرى التي تعيشها الأمم والمجتمعات والشعوب يجب أن تكون هناك ذاكرة توثق هذه المنعطفات أن تشتغل عليها عندما نستعرض هذه الحرب التي أستطيع أن أصلح دائما أصل عليها بالجحيم السوري الذي وجدت سوريا نفسها في مواجهتها منذ ما يزيد على تسع سنوات كان على الأدب وعلى الثقافة أن توثق هذه اللحظات التاريخية المهمة المفاصل في الذاكرة السورية أنت تعرفين ما من شك أن الأدب يحفظ ذاكرة التاريخ ذاكرة الأجيال وإذا لم يستطع الأدب أن يدون وقائع التاريخ فهو آلذاك يمكن أن نصفه بشاهد الزور على الحقيقة بدلا من أن يكون شاهد عدل على الحقيقة تمكن الأدب في تقديري إلى حد كبير لكن ليس إلى حد نستطيع من خلالها أن نقول أن هذه الحرب التي شنت على سوريا وجدت ملاذا لها في الذاكرة الثقافية السورية لأنه ثمت الكثير الكثير مما لم يستطع الأدباء أن يلحقوا به مسيمكن هنا كان الإنتاج الثقافي خلال الحرب مكثف إذا بنا نحكي الإنتاج الثقافي الأدبي لم يستطع في تقديري مسيمكن لأنه نحن في حالة حرب بتقولك نهاية الحرب بعد ما خلصت لأنه وثق أدبيا وأساسا بداية الحرب على سوريا اليوم كانت هي لضرب الفكر والحضارة وكل حدا عدو أول مرة أول ما يستهدفك أساسا بيستهدف حضارتك وتاريخك لا إنشاء تاريخ مثل ما بهو بيحب ولإنشاء حضارة ليكون هو أساسا فهون منشوف دور الأدب مختلف بتوصيق ضمن التضليل الأدبي لأنه نحن عندنا تضليل أدبي وتضليل ثقافي وتضليل فكري هون الأدباء بيكون لهم دور كتير كبير بتوصيق الذاكرة بتوصيق كتير من الحكاية والقصص لهلأ أنت بتسمعها بتقول معقول صاير هيك عندنا بتستغرب بتشوف أم الشهير من المعارك زملاءنا صدفوا في حلب أب شهيد ثلاث شهداء في عملية اقتحام قال لهم نصل لهم مستشهد أسبوع هاي الحالة اللي لازم توصيق الذاكرة لنحكي عننا اليوم عم نشوف كتير على المستوى العالم عم يتم تكريمه وفي تضليل إعلامي وفكري وأدب كتير كبير دور الأدب هون أديش مهم في ترسيخ كل ما يحصل في سوريا قبل أن نتحدث عن دور الأدب دعينا نقر حقيقة يعرفها الجميع أن الحرب على سوريا كانت ثقافية في الدرجة الأولى يعني محاولة لغسيل أدمغة بعض يعني ما نستطيع أن نصلح عليهم بالغوغاء الذين لم يحصلوا قدرا كافيا من العلم كان المطلوب تماما هو عملية غسيل دماغ للذاكرة السورية للعقل السوري من أجل أن تحقق يعني القوى التي تريد تدمير سوريا أن تحقق أهدافها لكنها لم ستطع أن تحقق أهدافها الآن عندما نستعرض يعني الدور الذي نهض به الأدب في توثيق ما تتفضلين به حول كثير من الوقاعة والأحداث التي شهدتها سوريا طوال الحرب نستطيع أن نتحدث عن ذاكرة ثقافية مهمة إلى درجة ما لكنها كما قلت قبل قليل ليست كافية ليست كافية لماذا؟ لأن ثمة الكثير من المسكوت عنه في هذه الحرب على سوريا كما تفضلت الآن قبل قليل في الحديث عن والد الشهيد أو والدة الشهيد الذي قدم عندما تقدم أسر ثلاثة شهداء هناك أسر في سوريا قدمت ستة شهداء من أفرادها في غير جزء من الجغرافية السورية في مغياص قدمت ست أولاد عندما مهمة الأدب هنا أن يكون أمينا في نقل وقاع التاريخ في مواجهة المحاولات التي تحاول حرف التاريخ عن مساره الحقيقي من المؤسف أن ما يسمى المعارضة السورية تمكنت إلى حد كبير من خلال مجموعة من الأعمال الأدبية أن تحرف الذاكرة الثقافية الإنسانية عن الحقائق التي كانت تجري على الأرض في سوريا أي أن تزيف هذه الحقائق وأن تقدم مجموعة من الأكاذيب والأضاليل التي لا تمتلك رصيدا حقيقيا في الواقع الآن أمام الأدب السوري على الرغم كما قلت لك من محاولات كثيرة ومن أعمال أدبية ظهرت ولا سيما على مستوى الفن الروائي لكنها لم تستطع أن ترتقي إلى الإنجازات العظيمة التي تمكن الشعب السوري من خلالها تحقيق هذه الانتصارات العظيمة في مواجهة الغزو الثقافي الغزو الفكري الذي بدأت به الحرب على سوريا ولذلك أمام الأدب وأمام الأدباء في سوريا مهمات جليلة وكبرى على المؤسسات الثقافية في تقديري أن تكون حاضنة حقيقية للطاقات الأدبية الثقافية السورية لكي تمكن هذه الطاقات من تقديم أدب قادر على تثبيت الحقيقة التاريخية بدلا من تزييفها كما يحدث في كثير من المؤلفات التي أنجزها كتاب من المؤسف أنهم يحملون الهوية السورية لكن هواهم ليس سوريا نعم لكن بنهاية أستاذ نيضال يمكن الدمار الذي تركه الإرهاب ويمكن الحزن والأسف في كل بيت حلبي إذا بدنا خصص وكل بيت سوري يمكن ما من لاقي أي بيت يخلو من شهيد أو مأساة حقيقية لكن الجميع تتوحد الكلمة على كلمة واحدة فداء للوطن سوريا يمكن هذا الشيء هو أكبر دليل وأكبر رسالة على توثيق جميع ما يجري وجميع الجرائم التي قام بها الإرهاب اليوم الرسالة الحضارية لمدينة حلب بعد أن قامت من جديد وستعود عسمة سوريا الصناعية وستعود موطن الطرب والثقافة والحضارة وكما اللقمة الطيبل ما فينا ننساها صح على ألبكم أهلا وسهلا فيكم في حلب اختزال حلب اسمحوا لي هنا أن أختلف قليلا مع هذا الوعي الجمعي الذي يرتبط بالثقافة الحلبية حلب ليست محاشي وشباب فقط حلب ثقافة حلب تاريخ حلب ذاكرة صحيح أن الذات الحلبية الروح الحلبية ميالة إلى تدليل نفسها كما يصطلح على ذلك على تدليل معدتها هذا شيء ألو ليس عيبا لكن اختزال حلب كما قلت لك في المحاشي والكباب هو اختزال ضر بالحقيقة التي تتعلق بمدينة حلب حلب المتنبي حلب سيف الدولة حلب هؤلاء المبدعين الكبار حلب الفنانون الكبار حلب الموسيقيون الكبار حلب المثقفون الكبار الذين استطاعوا تمكنوا في وقت قياسي قصير على سبيل المثال تمت كثير من الإسماء الثقافية الحلبية تمكنت من أن تتجاوز فضاء السورية الثقافي وتحقق حضورا على المستوى العربي ومن ثم العالمي وكثير من مؤلفات الأدباء الحلبيين مترجمة إلى لغات عالمية متعددة هذا يؤكد حقيقة تنفي عن حلب كونها عاشقة للطعام فقط كل النواحي في كل النواحي لكن حلب هي أكبر من ذلك وأهم من ذلك بكثير وأنت الآن تستعيدين على روحي ذكرى تلك الأيام التي لا تستطيع لا يستطيع الزمن أن يمحوها من الذاكرة ولسيما أيام رمضان يعني يتفنن الحلبيون في أيام رمضان في صناعة يعني ما يروق لك ما يعجبك ما يستثير شهيتك الآن أكيد حلب إذا ما نحكي عننا في كل زاوية في حلب أدب فكر ثقافي بالتأكيد بكل النواحي هي تشتهر ومو فقط على مستوى سوريا على مستوى الوطن العربي عم نحكي نتشكرك الأديب والناقد نتشكرك على وجودك معنا شكرا لكم بكيد نوجه تحية لكل أهالينا في حلب شكرا كتير لك أنا اسمحوا لي أن أختم يعني تفضل قائلا البارحة يعني نشرت صحيفة البعث لي مقالة بعنوان وما شبها لي وأتحدث فيه عن مدينة حلب وأنهيت هذا المقال باليقين بالإيمان المطلق بأن حلب التي تمكنت من أن تحقق انتصارها على الظلاميين والإرهابيين بفضل سواعد رجال الجيش العربي السوري هي حلب نفسها التي ستنهض في فترة قياسية قصيرة جدا وتؤكد قيامتها إلى الحياة دائما وأبدا شكرا لك شكرا لك أستاذ نيضال ومثل مع أل تينور تحييتنا لكل بيت حلبي وتحييتنا لأهالينا بمحافظة حلبي التي استمدوا